احنا في السادسة معاودين جمهور القناة ان احنا بنعمل استفتاء بعد كل مطش بيلعبوا وبتلعبوا الفرقة والجمهور بيختار افضل ثلاث لعيبة من وجهة نظر وفي جدولنا احنا جدول السادسة اول افضل لعب بياخد ثلاث نقطتين وثالث واحد بياخد نقطة واحدة هنشوف معاك اخر مطشين احنا من يوم الحد اللي فات لما كنت انا وصارى موجودين في الاهلي في رمضان لغاية النهاردة عملنا استفتاءين على مطش امبي ومطش المصري المطشين الاهلي كسبهم خلينا نستعرض النتائج ونسمع تعليقك وتقوليني ايه رأيك فيه اختيارات جمهور النادي الاهلي وهبدأ مع حضراتكم بمطش امبي الاهلي قدم فيه واحدة من افضل مبارياته اعتقد ده رأي كان رأي اغلبية يعني اللي اسمعتهم من نادي الاهلي في المركز الاول كان اكتر لاعب محير لجمهير نادي الاهلي سيزن ده حسين الشحات لاعب في لحظات معينة بتظهر امكانياته وهي امكانيات غير طبيعية نتمنى الحقيقة انه يوصل لخدمة مستوى وانه يبقى فيه سبات في الحفاظ على المستوى اللي يوصله لانه الشحات هيكون اضافة كبيرة جدا لقدرات النادي الاهلي الهجومية الشحات باجمع الجماهير النادي الاهلي في مطش امبي فاز بالمركز الاول واول ظهور للشحات من بداية السيزن في جدول الترتيب العام في المركز الثاني عودة حميدة للسلية واحد من اهم وكان الحقيقة يمكن واحد من اهم اسباب فوز النازل الاهلي بالسلسية في الموسم الاخير السلية الحقيقة اللي ظهر وانا امكان اشت بيه جدا في المباراة دي وقلت انه ده السلية اللي احنا نعرفه فاز بعد منافسة شرسة الحقيقة جماعيته بالشحات فاز بالمركز الثاني واخد نقطتين واضاف لرصيده نقطتين في جدول الترتيب اما الحقيقة شعور مفاجأة لانه الحقيقة برضو باجمع الجماهير كان كوكا الواعد او الصاعد الواعد هو اللي احتل المركز الثالث وبرضو بيظهر لأول مرة في جدول الترتيب